بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عليه توكلنا وبه نستعيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات الجود صفة من صفات الله تعالى وصف بها نفسه وهي تعد من صفات الكمال والجلال له سبحانه يقول الله تعالى في كتابه العزيز فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جواد يحب الجود كريم يحب الكرم وقد أحب الله تعالى هذه الصفة لعباده الصالحين وعليه فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تخلق بهذه الصفة بأعلى درجات الكمال البشري وحث عليها لأنها صفة يحبها الله فهذا ابن عباس يقول في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكما رواه الإمام أحمد بزيادة فقال وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل عن شيء إلا أعطاه ولكن ما السر أيها الأحبة في زيادة جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكرمه في شهر رمضان هذا الشهر الذي نتفيأ ظلاله هذه الأيام لقد تتبع العلماء جملة من الحيثيات التي شكلت سبب زيادة جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر الفضيل فكانت أولا شرف الزمان فزمان رمضان فاضل وشريف وقد شرفه الله تعالى على سائر الشهور وإذا شرف الله تعالى زمانا أو مكانا ضاعف فيه الأجور والحسنات فها هو صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى أنس عنه يقول أفضل الصدقة صدق في رمضان ثانيا إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على الطاعة وهذا يستوجب لمن أعانهم أن يكون لهم مثل أجرهم وهذه قاعدة في الإسلام وقد أصل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من جهز غازيا فقد غزى وعليه فقد قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وأرجو أن لا يلتفت إلى بسألة الكم من الطعام بقدر ما ننظر إلى قضية الإخلاص ولهذا حين سئل صلى الله عليه وآله وسلم من بعض الصحابة أنه لا يجد ما يفطر عليه الصائم فقال صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما على تمرة أو على مذقة لبن أو على شربة ماء فله مثل أجره ثالثا رمضان أيها الأحبة شهر الرحمة ففيه تتجلى رحمات الله تعالى على عباده وقد جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله إنما يرحم الله من عباده الرحماء ومعلوم أن السن عند الله تعالى الجزاء من جنس العمن فمن رحم خلق الله رحمه الله لاحظ العلماء أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة عند الله تعالى فها هو صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الجنة غرفة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها قالوا لمن هذه يا رسول الله قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وكل هذه الخصال أيها الأحبة تجتبع في رمضان للمؤمن وإن مما يؤكد على هذا أيضا ما رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال في صبيحة ذات يوم لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا يا رسول الله قال من تبع اليوم منكم جنازة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله ثم قال صلى الله عليه وسلم من أطعم اليوم مسكين فقال أبو بكر أنا يا رسول الله ثم قال صلى الله عليه وسلم من تصدق منكم اليوم بصدقة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله ثم قال من عاد منكم مريضا فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة والشاهد من الحديث أيها الإخوة والأخوات أن إطعام الطعام والصدقة والصيام حين تجتمع فإنها من أسباب دخول الجنة خامسا الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا ورفع الدرجات عند الله تعالى فجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة أي وقايا من النار والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقيام الرجل من جوف الليل وكل ذلك يجتبع للمسلم في شهر رمضان سادسا لاحظ العلماء أن هناك علاقة كاملية بين الصيام والصدقة فالصيام إذا دخله خلل أو نقص فتأتي الصدقة فتجبر هذا الخلل وتكمل ذلك النقص وما زكاة الفطر إلا لتزكية صيامنا في هذا الشهر الفضيل سابعا وأخيرا إن الثمرات أيها الأحبة الحاصلة في الجود في رمضان كثيرة وكثيرة وليس لنا أن نحصيها في مثل هذا اللقاء غير أن الإمام الشافعي رحمه الله حين سئل عن سبب جوده وكرمه في شهر رمضان فقال أحب الجود في رمضان لحاجة الناس له ولتشاغل البعض بالعبادات والقعود عن الكسب غير أني أحب الجود في رمضان اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه أحبتي بعض أسباب التوأمة والعلاق بين الجود وبين الصيام فهل لنا أن نجود على إخواننا ومن حولنا من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات في هذا الشهر الكريم حتى يجود الله تعالى علينا ويرحمنا ولا ننسى في مثل هذا المقام أن نذكر بإخواننا في غزة هاشم في غزة البطولة والعزة بتقديم كل أنواع الدعم المادي وذلك بالتبرع لهم لنتحصل من خلاله على كل ما ذكرناه من الخير بسبب الجود في هذا الشهر الكريم وكذلك المعنوي والمتمثل بالدعاء لهم ولا سيما ونحن على مائدة الإفطار وفي وقت الأسحار أن يمنى الله تعالى عليهم بالصبر والفرج والنصر على عدو الله وعدوهم وأن يمكن لهم وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته